السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشرعكم ان شاء الله هتكونوا كاملا بخير اليوم ان شاء الله رح ندير وصلتلي تاخدلات رح نبدو اول حاجة في العجينة اللي رح تتكون من مقادير الاتية مية وخمزة ومشين جرام زبدة ومارغارين زوز مغارف كبار ومعمرين منيحة على سكر مغرف صغيرة فانينلا زوز مغارف حليب اربع كاس كبير زيت احنا عندنا بيضة والعدمة احنا حوالي ميتين وخمتين جرام فارينا ممكن اكتر ممكن اقل نبدو احنا نحطوا في وعاء الزبدة نحطوا معها سيخي قلع نحطوا الفانيلا نضيفوا البيضة قرصة ملح نخلطوا كلش نبدو بسرعة قليلة ونبعد نزيدو فلافيتاس نزيدو الزيت ونكملو الخلط نضيفوا زوز ملاعق نضيفوا زوز ملاعق نخلطوا جيدا نضيفوا الفانيلا حتى يتجمعنا نضيفوا عجينة نضيفوا عجينة نضيفوا عجينة نضيفوا ليلة كاملة في الثلاجة بعد ما ريحت العجينة انا حطيتها كما قلت لكم ليلة كاملة في الثلاجة يعني نقدرون نخليوها مدة ساعة ساعتين يعني مش اقل من ساعة ترجع تحكي مراحة جبت القوالب هذو ما كما قدين تشوفوا فيهم هنا وبديت نحط في العجينة في القالب لتغطيلات يعني تقدروا تستعملوا اي قالب تحبوه انا خيرت الشكل هذا والشكل الطويل نضيفوا العجينة نبسطها كما قدين نشوفوا بيدنا يعني بالاصبة نبسطها نضيف بعد نروحوا للجوانب نجربوا ننحيوا هذك الزائد كامل على الجوانب هنا وش نديروا هنا الحركة هذي لازم نديروها به اللي تغطيلات تعنا تقعد محافظة على الشكل تاحها نجيبوا للجوانب ونضغطوا ونليح بصبعنا يعني نتبتوا هذيك القاعدة كامل تالي تغطيلات هنا كيكملت كمياتها كامل حطيتهم في بلاتو وقد نتقب فيهم بالفرشيطة هنا من المستحسن ندخلوها زيت تبرد في التلاجة به تبقى مقرد على فوقهم تالي تغطيلات وما تحبطلناش الهجينة كي ندخلها للفرن الفرن طبعا يكون مسخن من قبل مدد 4 ساعة ونعساها مدد 15 حتى العشرين دقيقة نشعلوها غريم التحت كي نشوفوها بدات تحمل نحيوها كل واحد يطيبها كي ما يحب اللي يحبها حمرة يحمرها شوية هي مستحسن حمراها شوية بهجينة بنينها هنا نمرو لكريم باتيسيخ كي ما قدين تلاحظو هنا ناخدت زوز كسان حليب نحطهم يدفاولي يعني يغلي شوية الحليب هنا من جهة حطيت بيضة كاملة حطيت معاها ربعة ملاعق سكر كبيرة كي ما قدين تشوفو نزيد لها واحدة ساشيا سكر فاني ونزيدو اتنين ملاعق كبيرة معمرة نشا هنا يعني ستقوني لكريم هي راح تجيب بنينة 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 والطريقة تعلها كريم باتيسيخ هادي ادي هي اللي تخلينا لكريم تعنا تجي ليس ودوك تشوفوها كيفا هنا نخلطو كل ما مع بعضها المزيج كامل يتخلط مع بعضها يعني حتى نتولينا يولينا خليط متجانس من جهة لغلالي الحليب نجي نفرغ نصف الكمية هنا الحليب كما قلت لكم الحليب نصف لتر ولا زوز كيسان معمرين نخلطو مليح نرجعو هذا كالخليط بزربة نخلطو يعني نرجعو الخليط للكسرونة نحطها فوق النار كي تبدأ تتقال كما قدين نشوفو مع التحريك المستمر ما نحبش يدينا خلاح ليه ليه راح تتقال كي تتقال لنا لكخيم تعنا نحطو مغلف كبير زبدة ونخلطو كل شو مع بعض الزبدة راح تدوب بحرارة على كخيم هنا كي ما قدين نشوفو فيها ليس جات تهب لدوقها يعني ولا أروع نغطيوها بابي فيلم نحطوها من المستحسن في صحن يكون زجاجي وفاتح شوية بحف في ساعة تبرد نغطيوها بابي فيلم بابي فيلم تحنا ديما يلامس كخيم يعني باش مدين لكخوت ونحطوها في التلاجة حتى تبرد تماما كي ما قدين نشوفو هنا بعد ما بردت لكخيم تيعي هاني جبتها نفرغها في وعا نجيب الباطر بحنا نضربها بالباطر هنا عندي إضافة أنا راح نزيدها لها عندي مغرف كبيرة تحلى بودر شانتي أنا هذه لكخيم اللي نديرها بلات نزيد لها لبودر شانتي بيش تعطيها خفة وبن نحن لكخيم باتيسيخ راح يجي دوق ها رائع كي ما قدين تلاحظو نضرب كلش بالباطر حتى الخالي تيري يخفيف لي كي ما قدين تلاحظو شوفوا القوام تيرو كيف خفيفة الكخيم كي ما قدين تشوفو هنا كملت الخلط خلط همليح هنا أنا قربت لكم الصورات على كخيم شوفوا الكخيم وليات خفيفة يعني يعني راح تكلوها مع لتاخت وليات مت قهم شخلا كي ما قدين تلاحظو هنا بعد ما تعبو لي لتاخت وليات تيعي شوفوا أنا هنا حمرتهم شوية برك حاجة خفيفة كي ما قدين تلاحظو تعبو وبقوا محافظين على الشكل تحت هنا جبت الكخيم حاطيتها في كيث في اللابوش كي ما قدين تشوفوا وقد نبلغ كيفها في هدوك لفن د تاخت شوفوا هنا القوام بتاع الكريمة كيف نحط الكخيم باللابوش دوي ونلقوا الخطوط هدوك خرجونا نعرف بللي الكخيم تاعنا أراهي ناجحة كي ما قدين تلاحظو كميل تعمرت لفن دو تاخت هنا جبت مجموعة من الفواكه أنا عندي هنا عنب نيك تاعين وبانان كل واحد يحط الفواكه اللي يحبها ووش متواجد في الموسم صدقوني يعني لتاخت دولات دمجة و تحفى في البنة و خفاف و أنا هدي هي طريقتين المعتمدة في لتاخت دولات هنا حطيت كي ما نرى الفواكه بهذا الشكل كل واحد يزين على حسب الرغبة يعني هنا نخلي تفنن لك هنا كي ما نرى هدو ما لتاخت اللي درتهم أطوال نحط يعني كل فاكهة نحط منها طرف نحط كي ما هكا من رابعة دعهم حتى نكمل الكمية بتاع الفواكه اللي عندي كي ما نشوف يعني ستقون وصفة هادي ناشحة الف بالمية ولا كريم هادي سيخت الكريم راح يبني لدرجة لا تخدوش تتصور ها هنا من جاعة جبت شوية كونفيتور معجون دفيت شوية وجيت نابلك فق هدو الفواكه باه الفواكه تعنا أولا تعطاها لمعة ويزيد ها في البنة وتانيا حفظنا على الفواكه ما يكحلوش وعلى قد ما تخليهم في الفريش دراح نقول كيما راهم يعني فريش كيما نقول هنا بعد ما كنت ملت ليدا اخت لات ديغي كيما قال نشوف فيهم يعني ساهلة الوصفة التزيين اختياري البنة ما نحكي لكمش ان شاء الله ستكون الوصفة تعليهم عجبتكم اشتركوا في القناة